المسائل فل والهنة والياسمين على أحلى سيدة مشاهدين في كل مكان مشاهدي التسي أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم بساطة روح وهكون معاكم لمدة ساعة كاملة على الهوى وزينا عودناكم دايما من خلال برنامجنا أننا نكون صوت الشارع ونعرض الإيجابيات والسلبيات ونقدم حلول حقيقية ونتناول أهم القضايا على الساحة المصرية هدفنا تقييم تقديم إعلام راقي وهادف ونحظى باهتمام مشاركة عدواتكم لبرنامج من خلال تواصلكم على الأرقام اللي هتظهر قدامكم على الشاشة أو من خلال صفحتنا على الفيسبوك وحلقة النهاردة هتتكلم عن أباقل السنوية العامة مدين دونه وزغاريط أفرح وأحزان صياخات واحتفالات بتجتمع بجناعة في يوم واحد وهو يوم ظهور نتيجة السنوية العامة في مصر حدث ما بيكتصرش على الطلاب بس لكنه بيشمل الأصحاب والأقارب والجيران بين دموع وانهيارات وندم على الهدف ما تحققش وخوف من مستقبل مجهول تلاقي ألاف الطلاب من نتائج السنوية العامة منذ ببعض أيام بيتكرم مشهد ده كل سنة وفي ناس راسبين وآخرين حصل على مجميع منخفضة وآخرين لم يتوصلوا جميع من دخول الكليات اللي كانوا بيتمحوا للاتحاق بيها وكلنا قالينا في الأغلب حققوا المراد فهل بالفعل استوقف مصيرنا كلنا على مجال الدرجات بنحصل عليها في امتحان السنوية العامة؟ وماذا بيفعل أصحاب الدرجات المنخفضة من زويةهم؟ وازاي بيختاروا النجحون للكليات؟ وازاي بيتوافق مع المهاراتهم؟ وكاميرات بساطة روح نزلة الشارع عشان تسجل مع طلبة السنوية العامة وأولياء أمرهم تعالوا نشوف التقرير ونرجع لكم تاني يومي كان في السنوية العامة كان ماشي بشكل طبيعي كنت بابدأ بقر القرآن وبعدين أمالس يعني ألعب شوية رياضة وبعد كده بنزل لو عندي مشويرة أو حاجات بر البيت وبعدين أرجع أكمل مذاكرة يعني لحد أخر اليوم وبس يعني لو كنت تعبانة مش بذاكر لو حصلنا أنا عوزة نام أو كده بنام عادي بذاكر بس في الوقت اللي أكون مركزة فيه وحصلنا أنا أقدر أجنع معلومات أكتر زي ما بقول كده يعني لو أنا مرهقة مثلا أو رجع من برد تعبانة لازم أنا مقايز عشان المخي يبقى فاي أن أنا أقدر أستوى بالمعلومات اللي هقراها أنا خدت دروس خصوصية كنت بروح المدرسة بس عشان أتابع معاهم وكده ومدرسين برده في المدرسة كانوا بيساعدونا يعني في حاجات كتير ما تأخروش عننا في حاجات أدبية كلها تيتمون بشكل أساسي على التكرار كبير منكرر أكتر كلما الكلام بيتحفز بشكل أحسن والفترة أطول وبتهيتم تيتمون على الحل جدا يعني بعد ما انكرروا خلاص ذاكرنا ده بيبقى بمسل حوالي 50 أو 60% فالحل بقى ده بالنسبة اللي بقى وطالت حاجة المراجعة بقى باستمرار كل أسبوع مثلا ما رجع على كل اللي خد ماه ده بيه خليل معلومات تفضل يعني موجودة كل في الموقع فترة ويسا هو ما كان سفيه نظام معين أنا ماشي عليه يعني أنا كان يومي على حسب الموايد اللي هذاكرها على حسب هي كمية كبيرة أو كمية صغيرة أو مادة صعبة أو سهلة فكان بقى على حسب يعني هذاكر مادة ايه مع ايه فعلى حسب كان أنا عندي متحانات ايه في الدروس مثلا محتاجة ذاكر ايه انا هتسيل فيه فيما بعد أو الحاجة المهمة المفروضة ذاكرها عشان ما تقعش من دماغي فكان يعني فيه أولويات لحاجة وحاجات انية اللي هو كنت بأجيلها شوية مثلا فما كانش فيه يعني حاجة معينة أنا ماشي عليها ومنتظمة بيها طول السنعة وكان فيه منها الكويس وكان فيه منها الصعب ويعني بس هي كمجمل كانت يعني تماما شوية فطبعا كان فيه اسئلة في الامتحانات نفسها محيرة يعني كان بيجي ليحساس انها ليها اكتر من إجابة فطبعا ده سبي بحيرة للمدارسين هنو الطلبة مش للطلبة بس كانت المفروض المتحان يبقى مزبوط أكتر من كده او ان المتحانات يبقى فيها حكمة يعني محطوطة بحكمة لما كل المنهن مش مراكزين على حاجات ضعيفة يبقى فيه حاجات كويسة في المتحان بس بس كانت فيه متحانات برضو كانت جايك كويسة ومزبوطة مكانش بيها حاجة كان اعتمادي فعلا على الدروسات بخصوصية وطبعا في البيت بقى مع نفسي في المذاكرة وكلا وطبعا الطالب أصلا بيبقى لي المجهود الأكبر في السنة دي يعني المدارسين هما يعتبر المدارس مدير منهج وموجه والطالب هو اللي بي ذاكر فكان طبعا كل المجهود الأكبر رايح للطالب مش للمدارسين او لدرسه خصوصية كواجه عامل انا مكنش في القاهرة سعتها فوالدتي البزيرة اتصل بها وهي بلغت جوز خلطور وموجود معنا فهو اتصل بي هناك احنا ما استعدناش لان كانت النتيجة يوم الاربع الموضوات داد بلغنا يوم الاربع فاحنا كنا متوقعين النتيجة لسه خنيس حد على حسب ما تجزوا المتوقع نشو انكي حاجة وان اول ما قاله احنا فرحنا جدا كان اهلي في سوهاج هناك فهما فرحوا لي جدا كمان احنا فضلنا فترة حتى مش مستوعبين الناس وانتصل بتقولي يا جمال الخبر ده هايه يا دينا ده ريبتنا الحمد لله يومي كان طبيع خالص كنت حسن الترفيه هو العام الأساسي ان دماغك ده متفتحة للمذاكرة فكان الطبيع عندي ان انا اصحى وروح المدرسة يوميا وبنرجع عغادة ومدرسي كان داخلي فاعد مع اصحابي بنهزر كل حاجة مذاكرتي كانت من ست لسبع ساعات في اليوم وكنت براعرفها نفسي وما بازها بقوه ملعب كنت بعمل كل حاجة طبيعية واتفاجئت لهم اجمع جميع كنتش متوقع حاجة زي كده خالص يا المدرسة كان عليها عامل لان احنا معندناش دروس خصية في المدرسة فلما كنت بنزل المدرسة والمدرسين عندنا كانوا بيشرحوش والمنهج عندنا اي من الطلب هم اللي يشرحوا ففي مقولة كده بتقول ان اكتر حد فاهم هو اكتر حد بيعرف يشرح فلما كنا بنحضر ونقوم بنشرح الدرس كنا بنبقى متأكدين ان احنا كده فهمنا المعلمة بيستطلينا فكان وجودي في المدرسة هو العام الاساسي في النجاح اي حد اي حد اي انا كنت نايم ساعتها لما الوزير اتصل فسحيت لقيت سكرتير بيقول لي الوزير معاك دلوقتي تعم قبتلها نهزر والوزير بقى يكلمني ساعتها وقال لي مبروك يا ميلا انت الاول انا دارس بفوقين السنة دي ما مستقبت هاش صراحة اتا اقول له ايش تكمل يعني كنت فاكرة اعت صعب يشتغل لحد اما بعد ساعتين سحيت من النوم لقيت المكامل الحقيقية يعني ولقيت نفسي العلعة الجمهورية كنتش في طاقة ابدا ان انا اطلع العلعة الجمهورية ولا حتى جيبت الرتيب يعني انا ذكرت او او اعملت العلعة بس ما هو توقعش النتيجة بس ايبها بظروفها اه هي مش بكتر المذاكرة ابدا انت بس تذاكر على قد بنارك 8-7 ساعات في اليوم وريح وقتا مدحد اه انهم هم جدا يعني مثل فاكرة ان اعمت نام 2-3-4 ساعات هو اكيده اخلاص بقى الاول عالجمهورية لا اه انت بتذاكر وانت صاحي المعلومة بتثبت في الماغك وانت ناي فمتل تكرشن مش هطرة بقلة المومة يعني عادي كنت بروح المدرسة كان عندها مدرسة 8 ساعات كنت بروح كل يوم قاعدين بيجي عادي بس تريح شوية وعدين ابدأ مذاكرة يعني مش في الترجة اللي انا حطوا نفسي في اليوم وخلصوا كانت اكلناه في رمضان شوية كانت في صعوبة شوية وبعد العيد وبعد عن اهالينا شوية انا وزمائي فكانت عادي بس اللي هو كنت بحاول اخلي عصبي هادئ على قد مقدر لانهها السناء قادر ت external مصير فال Fool Vish Mu Shem Mu Shadi اهم حاجة التركيز في المظاكرة يعني مش مهم عادي الساعات اللي بتتتتذكر اهم حاجة أس ان الواحد يكون ركز في اللي هو بيتتذكره بالظبط واهم حاجة يعني هو يكون اللي واحد وصلك في نفسه يعني لان يلا هناك ليس ثقة في نفسهaju شوية بنشي يعمل اي حاجة خلص ممكن مثلا انه كنت بذاكر بساعتين ا investedیا ماجي إjego52 مش هقول عادت ساعات معين ت Face Noah انا ممكن كنت متوقع النتيجة بصراحة لكن انا متوقعتش في الاخر ان اطلع عوال سنواتي عامة لكن انا اصلا كنت متوقع يعني متوقع النتيجة وكنت اصلا داخل السنوات عايز اطلع عايزة حاجة كده ان شاء الله ممكن ميكاترونيكس في جيوسي او لو هطلع بره مصر ان شاء الله في ملحف بربيين او في هايزلنك او لست ما محكيش مواطق اكتراكس ليش حاجة في هايزلبرج بربيين ماكس بلنك كلا بشي نصيها محددة والله بشي زيك الدروس اكاول بعمل جداول لان اعرف ان مش هلتزم بجداول فما كنتش بعملها ما اعتمدتش على جدول ابدا لا انا ما اعتمدتش على دروس خصوصية ما رحتش ولا درس خصوصي يمكن رحت في اوله وتانية ان اضطريت ما كانش فيه مجامعة لكن في سنة ثلاثة ما خدتش ولا درس خصوصي ومجامعة عادية زيها زي فصل المدرس يعني ما كنتش الا عن 8 ساعات في اليوم بس زي ما قلت ما كنتش بعمل جدول اللي علي بذكره اللي خدته في يومه بذكره في يومه ما فيش حاجة بتتأجر مثلا اليوم جمع او كده لان اليوم جمع عندنا ببقى اسحم يوم اساسا بناخد في دروس كمان كانت بس هو يوم العربي بس اللي كان فيه توطر عشان الناس دخلين وكان في رهبة وكمان كده في رمضان في ناس كتير تابت لكن بعد كده كانت الاجواء كويسة كتعادية زيها زي ما بمتحم في بلدنا وانا ما كنتش متابعة اخبار خالصة عن نتيجة ولا حتى فتحين التلفزيون على مور طمر الوزير جلالنا هما اللي جمع نقلونا الخبر ما اتصلش الوزير لكن جلالنا هما اللي جمع نقلونا الخبر بس كانت صدمة حلوة ما يحاولوش يعتمدوا من اول لو انتوا نوعين على دروس خصوصية مش من اول السنة لان دي بتعمل ضغط انك قاعد انت بس مع المدرس ما فيش حولك زمالك ما بتهضرشي وكمان معظمهم ما بيروحش المدارس لكن انا كنت بروح في الترم الاولان المدرسة يبقى عن توطر قدر الامكان كان بيمشي يومي عادي خالص ما كانش فيه توطر خالص في السنوات العامة اهم حاجة كنت ان انا ذكر العلية ان انا مثلا خدت درس مثلا فيزيا خد درس كيميا مثلا ان انا ذكرت درس النهاردة ما اجلوش البكرة اهم حاجة كانت ان انا ما اعتمدش على نظام معين ما عملتش اي جدول ما عملتش اي ان انا مثلا اذاكر كم معين من الساعات لا اهم حاجة كنت ان انا خلص العلية الحمد لله رب العالمين فضل ربنا سبحانه وتعالى كان ليدور كبير جدا جدا ان انا اوصل لنا فيه الحمد لله مثلا كنت بروح مدرسة كنا بنحضر محاضرات أحيانا في المدرسة ما اعتمدتش على دروس قوي يعني أنا خدت دروس من أول شهر 12 ما خدتش دروس من أول فترة خصوصا المواد اللي مثلا لمادية العربي ومادية الجيولوجيا خدت فيها مراجعة بس مراجعة من شهر 12 حتى شهر 3 ومن شهر 3 بطلت دروس خالص إن شاء الله نوع أدخل كل طب بشر إن شاء الله بإذن الله جات لي منحة من الجامعة الألمانية وجمعت زويل لا لسه ما وفقتش على حاجة حتى بقت لازم يكتهدوا ولازم ما يتوتروش خالص خالص إن سنة عادية خالص بوجي برضو الأسرة إن هي ما تضغطش على على الطلبة إنه فوق ضغط عندك أنتم مينفعش يبه فيه ضغط أكتر من كده وحملت نفسي أمانة يعني الحمد للارب العالمين إن إذا كانت بلدي أنا نقطة على الخريطة فهي بالنسبة لي مملكة على أرض الواقع كنت شغالة عادي يوم ماشي عادي زي أي يوم شغالة في الدروس وبذاكر وما كانتش عندي جدول إنها بذاكر عليه وكده فالحاجة اللي كنت بكرة بتوذاكرها على طول كنت مقسمة ووقتي كويس يعني ما كنتش بداية حاجة الحمد لله كنت مركزة على هدفي إنه هو علوم اللي هي اقتصاد والعلوم سياسية إن شاء الله كنت متوقعة النتيجة أيوان أنا أجيب مجموع عادي إنما الترتيب الجمهورية بسرعة فأجاتي بيه يعني ما كنتش بكلف نفسي في وقت أنا كنت اللي باجي من الدروس أخداي بذاكره بس والباقي كنت بمسك الموبايل عادي خالص كنت باجي من الدروس اللي باخده بذاكره يعني الوقت كانت أسمع بين المذاكره وإن أنا أمسك الموبايل عادي نفس النظام باجي من الدروس بالليل بنام وبعد دايما قوموا الصبح يا أذاكر عادي وهكذلك يعني كل يوم الصبح يعني كنت بذكر بالليل دايما انت حكيت بوليسة ما كانتش فيها توطر أو كده كان بابا ومه هيئين الجو يعني كان بوليس عادي كان هادي يعني مكنش في توطر البوكلة برضو كان مساعد على الواحد يركز في الامتحان مكنش بيتوطر مثلا ينقل السؤال وبعد كده يحل كان عادي امتحانات برضو سهلة في مستوى الطالب المتوسط كويسة يعني النتيجة طبعا كنت الألم جدا قبلها لما كنتش متوقعة نطلع من الأول اللي ما طلعت من الأول طبعا مبساطة جدا أنا ومه 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 برضو كنت مطبعة برضو ما ننتش من توطر وبعدين جدا الحمد لله يعني ربنا كرم ان هما اللي ياخدوا في الدروس يذكروا على طول ما يركموش عليهم المذاكرة وما يشدوش عصاب النظب وقتنا ومنضيعش وقت بطر يعني استغلوا الوقت ألف مبروك للإستمارية العامة وشفنا كلنا كلامهم بيذكروا ازاي بنظموا وقتهم ازاي مفيش ضغوط في البيت كانوا المعتبرين هالسنة عادية زي أي سنة وكانوا يعني متوقعين النتيجة بتاعتهم ان هما هيتطلعوا فعلا من قوائل السنوية العامة وفيه ناس طبعا برضو اتفاجئوا من هما قوائل السنوية العامة وحنا برضو هيبقى نعينا مدخلات من قوائل السنوية العامة وهنشوفهم نوويين يعملوا ايه ونوويين يكملوا ازاي ومعينا دونيا حشان الاولى نكرر ادبي اعلم بيك يا دونيا ألو حضرتك اعلم بيكي ألف مبروك اللي بيرس حضرتك قوليلي بقى يا دونيا انتي اول ما عرفت النتيجة عملت ايه ولا كنت فين اه انا كنت قاعدة مع بابايا واختي وبعدين مكتب الوزيرة التفصر على بابايا البابي اه بعد كده كان سكرتير هو اللي كان بيتكلم بعدها الدكتور شوقي طلب ان هو يكلمني يعني عشان يبركلي اه فبعد كده لما خدت التليفون واقبتش ان انا اقول حاجة بصراحة عشان كنت مفسوطة اه طيب قوليلي وانتي كنت بتذكري كم ساعة في اليوم كنت مقسمة وقتك ازاي ما كنتش محددة يعني عدد محدد من استعاد في الوقت اللي انا بكون مركزة فيه بذاكر وخلص بطري بخلص المذاكرة اللي علي انما لو ان انا يعني لو مش مركزة وتعدانة المذاكرة اللي مطلوبة مني مش هخلصها في وقت هاخد وقت طويل يعني فيها اه تمام اه طيب قولولي يجاو بقى البيت كان عامل ازاي ان فيه واحدة في السنوية العامة اه لا والله يجاو البيت كان وكنش فيه اي توطر ولا حاجة بالعكس يعني كان زي اي سنة عاديا مكنش فيه ضغطات نفسية ولا حاجة اه مانطي بابايا مكنش بيقروني ذا كري ايوة معاكي ايوة مع حضرتك ايوة ايوة اه طيب قولولي بقى فرحة اصحابك واخواتك ايه في البيت لا والله كلهم كانوا مفسطين بيا يعني وكده خاصة اما دايما في السحاب وكده يعني بيعادة لما يكون فيه اوائل مقدر او دور بيعادة باعي يهزروا على الموضوع وكده بس انا الحمد لله يعني مكنش فيه حد مقدر معي في المركز اه بس فكانوا مفسطين بيا يعني وعملين يضحكوا وكلهم كانوا فرحانين الحمد لله اه كنت بتادي دوس اه خدت درسوا كل ما عند كل ما عند اه طيب ايه رأيك في نزام البوكلت الجديد ده كان صعب بالنسبة لك سهل اه ايه رأيتك اه لا نزام البوكلت كان حلو كان احسن كتير من نزام ورقة الاجابة المنفصل بس فيه كتير من الطلبة بيقول ان هو نزام صعب جدا وكانت الامتحانات جاية طويلة انتي اه مستايفة كده خالص اه لا لان هو بيوفر وقت كتير وقت تنزيم ورقة الاجابة ونقل قيم الاسئلة كل دوت وقت بيوفره وبيخليني ان انا اردت بزرس المقابل طبع العدد الاسئلة بيكون اطول شوي اه طيب كان كتير جدا بيقول ان الانجليش كان جاي صعب جدا كان بالنسبة لك ايه اه بحلو انجليش اه طعلا هو كان تقيل شوية يعني انا في حاجات كنت شكت فيها لحد وانا خارجة من الامتحان اه بس الف مبروك يا دونيا مرة تانية وفي اي حد من عندك عايز يامن مدخلة او كده باباك او مامتك او حد من اخواتك الو 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 هو الخط قطع معنا ولي عمرو الطالب شوكت احمد شوكت الو ايوتا الو مساء الخير مساء الخير مساء الخير الف مبروك لشوكت الو اه استقبلت الخبر ازاي في البيت ان هو طلع من الاوائل الحمد لله يعني احنا كنو مطاقين وهي حقق مزمو قويس الحمد لله وكان مستني درجة قويسة الحمد لله بس طبعا اوائل جمهورية واوال بالتحديد طبعا كانت مقدقة مقدقة عظيمة مقدقة عظيمة الحمد لله اه طيب هو كان بيذاكر قد ايه وقت في اليوم وكان بياخد دروس ولا لا كان بياخد دروس في كل النواة اه اه وكان بيذاكر مش بيساعة بيذاكر بيعمل لناسه جدول اه بيخلص الجوز اللي هو محدده يخلص المغارضة بيبقى المرسل تخلق فوقت غاية فوقت كبير ما بيسرقش اه اه حديدك انتم متوقع فعلا نتيجة من هو يطلع من الاول عين علوم اه على جمهورية كلها كل اللي بسملناه ان هو التصريح اه بقيق وغد ما يوقف معه الحمد لله اه ياخد حق بس الحمد لله طبعا انا بصراحة ممتن جدا للوزارة طبيبية التعليم في جاوزة ودقة التقصية لان هو كان بيرجع بعد كل امتحان عمالت يا حبيبي يقولي الحمد لله بي هو تمام اه انا تمام بس يمش هتاكد اكتر لما شونا نموذج الاجابة فبصراحة كانت حاجة جميلة جدا ان الوزارة بمتاع الشفاثية نزل نموذج الاجابة على المواقع انتر عايزين معرف المكلمة جات لك في وقت اه في الساعة كان ومين اللي ود عليهم من اللي استقبلوا الخبر يعني عايزين حضرت تحكي لنا يوم قبل يوم 12 تقريبا اه من المكتب معاني وزير التعليم وهو طبعا اول مجال المكلمة انت عارف ان التوقيت تتكلمه الاواس اول ما المكلمة جات لي وقالي مكتب وزير التعليم معنا طبعا توقعت الحمد لله بيبقى ان شاء الله شوكت حق المقروض يعني فطبعا معاني وزير تخلمي وهو طبعا كان المقروض عدميلا وكلم شوكت وهناه وبينه دوني استنظر في التفوق اه بوناوي بقى يعمل ايه بعد كده؟ ما يدخل ايه؟ والله شوكت ان شاء الله يعني اه هو كان عايز يكمل تقريب البشر ان شاء الله لكن برضو بيترس اه حاجات تانية لان في فوق تانية اه وبصراحة بيت بايفة جايله سواء من حدث جامعة الزوين او من حدث الجامعة الالمانية اه فان شاء الله احنا بنجرس الامور وهو في الاول الاسر هو ما هيحدد ايه حدث يكمل فيه بازن الله طب حضرتك عايز توجه اي رسالة للوزير؟ انا والله بصراحة شديدة من ساعة مشرفة دكتور طارق اه في الاول اه انا كنت متفاقل اني رابل بيعمل حدث بايفة يعني انا انا استاذ مساعة قوليطة وعارف يعني ادحث علمية وعارف اني بكتور طارق من الناس اللي قدمت ادحث وراءات لتطوير التعليم على مستوى العالم في دول تانية فكنت متوسن فيه خير ولما بدأ تطوير نظام البوكلة وكاملت من قبل بكتور طارق ومع بكتور طارق اه كنا شايفين الموضوع احنا اكيد هنبقى احسن لان اخنا كنا بواقع مش قوية قوي فاي الخطوة بتتعمل صدقة للتطوير اكيد كنت هتبقى لها مزبوط قويط وبصراحة انا يعني من ثاني جيد تانيه وبرضو عايز اوجه شكر للدكتور ربخ تازي اللي كان على طول بنتابع اولاء الامور وشكاة والطربات وكان بيتسجيل بتعديلات النمازج يعني احنا اه حصل خمس او ست تعديلات في نمازج القدادات والحمد لله فضل الله كان شوكك مستفدش من غلا تعديل منهم كان كل مرة بيتقوى عامل الصح ويعيني يزعل مش يزعل يعني برضو بيتقاطبول يا بابا كب على فكرة كب انا كده انا عامل الصح كب الناس اللي كانت عامل ايجابة اقل في التطوير هم كده يمشوا هالك ده انا منضم كده ممكن اغلى طوير اعمل ضررات قولوا حليلي طالما انت الحمد لله عاملت الطف وما تستسدتش من الكلام ده برضو ربنا مش هيضيع مجهودك وان شاء الله هتاخد اللي تستهلك وكانت المفاجأة ان الحمد لله اه هو حقق السلام ده وكان عندنا مفاجأة دام ده السنة دي ان هما الاول مرة ما يقدروش بتلتيب الابدات وعشان كده هنحسين ان دي فرحة دي ده كان مبتنا مرتبها لنا واجبها لنا في وقتها يعني لو بتلتيب الابدات دي وهم شوكك مثلا يطلع اول جمهورية اول مكرر حضرت اسمعين معاك معاك حضرتك اتفضل فهم السناجد ازاك اختاروا اه قلية جديدة لمعريفة الاول اللي هو الموتك مش بتطاف فتبعا ان قالوا دكتور هده والشيات الوزير قالوا طلع عندنا اول وبعد كده فرتدنا الاول كلهم مكرر مكرر باتباعا يعني الحمد لله هو ده توفيق ربنا يعني هو يستاهل الفرحة بيه يعني هو يستاهل الفرحة بيه يعني اعدى من المتازل ومسترمه ويحديد ده ما تسبب لناشفة اي مشاكل حتى ما تانتش محسسن ان احنا عندنا سنوية عامة لك بربنا يخلوه لك وربنا تشوفو دايما متفوق وناجح ومن تفوق لتفوق وبنشكر حضرتك يا أستاذ أحمد ومعانا ميناء اسرف ألو معانا ميناء اسرف الاول علمي علوم مدربة متفوقين اهلا بك يا ميناء اهلا بك يا ميناء مبروك يا ميناء الله يزارك بيك اهلنا الخبر جالك ازاي وشعورك كان ايه استقبلته ازاي يعني هو انا تعريب ان ساعتها كان يوم الاربع تعريب انو انا قلت نايم او اه اسمحيت على مكلمة النقطة بالوزير بيقول لي اه الوزير معك زلقت يمين طعم قلت افكرت اشتغال يعني انا نايم افتقى اردت عليك او قلت بيقول لي اه دكتور ترى شابي معك مبروك امين انت اهل عالجمهورية السنادي مدرس بوكي طعم قلت افتكرت اه اشتغالت او نزلت واق امشي معك المكلمة عايز افكر احلم يعني وعايز اجمل النف فخلصت مع المكلمة ونمت كده ساعتين او فحيط ببطس في الموبايل لقيت المكلمة حقيقية ما كنتش متعادف عن المكلمة دي لا لا خالص ولا حدك التطاق كان اضع فقلونا يومك كان بيمشي ازاي كنت بتذكر ازاي عشان الناس بقى لدخل السنوية العام السنة الجاية ان شاء الله انا كنت عارف ان انا لو ضغرت دماغي من الاول او عملت فوق تقطي مش عارف اكمل في الاخر او مش هستقى بحاجة او كنتش بذكر اكثر من سبع ساعات في اليوم افريتش ممكن يزيلوا التلاتة وممكن يزيدوا العشرة او محافظ يعني او محافظ يعني او محافظة انا كلها محافظة على مجهودي نفس في القوة او ميزم يعني في الاخير حتى ما كنت باخر جميلة انا غلطانك بكم اكثر لو انا عارف ان الكل دي اجلتين او تحابب اني تراملين ولا مستقبلك هيبقى شكله ايه او ان شاء الله اكمل فكل هيك الهندسة في الجامعه الابريكيه منحي عاني او بس يعني ان شاء الله يتفع معي الكمبيوتر الجنيري بازن الله بازن الله مين مسلك الاعلى او المسك الاعلى او الصوت ايه الصوت ضعيد ايه او بقول لي حردك وانا في المدرسة كان كنا كلني انشان انا بازايدك تحنو تجيب بس وقت في دكتور سيستانسور في الكمبيوتر فانيس هو المستعد عليك ان شاء الله تبقى ناجح زيهم وتبقى فيهم الايام عالم زي دكتور احمد زغيل وبشكرك على المكالمة الجميلة دي والف مبروك معينا التليفون والد شايماء حامد التانية مقرر ادبي اهلا بحضرتك ايه استس حامد سيد محمد جاد حامد مع حضرتك والد شايماء اهلا بيك اهلا بيك اهلا بيك يا سيد محمد وانا بشكركم على المداخلة الحلوة ديا واندوز بايس انتوا هتحضروا للفصل وايه اوصفي بقى الخبر لما يجالكم يعني ايه شعوركم وقتها انا تلقيت المكالمة تقريبا سبسة اربعة ونص او خمسة الى تلسى يوم الاربعة اللي فات اه كان معايا مكتب السيد الوزير كان في البداية كان بني وقال لي حضرتك والد شايماء سألت له انا وارد شايماء محمد جاد حامد اوه فقال لي طيب خليك معايا هتكلم السيد الوزير على التلفون عايز يتكلمك هتكلمك ويبارك لك لشايماء فساعته اقامت ان شايماء هتبقى من الاوائل يعني انا اخدش مطاق على المكالمة ديا فاكلمني السيد الوزير وقال لي الف الف مبروك شايماء جامد الثاني عالجمهورية ادبي اوه بلغت بلغت احياتنا الشايماء لان انتقي والف مبروك فساعته طبعا الفرحة ما كانتش طايعيني والحمد لله ربنا كرمني وما ضيعش طايعها على خير والحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله وساعته اقفلت معاه وكلمتها على طول وتقريبا كده ايه كانت نسبة انظر المكالمة ديا مني اه طب حذرة كنتم متوقع ان يتبقى التانية مكرر ادبي على مستوى الجمهورية كلها هو مفيش مقرر بس يعني الحمد لله الادبي مفيش منه مقرر الادبي كله طالع اول وتاني وتالت مفيش مقرر وده اندال يدل على دقة التصحيح وانظام البوكلة الناجح اللي طبقه الدكتور طارق بصراحة انا بشكره عن طريق ازعادكم اه ان انا بتقدم بالشكر لي وبتقدم لجميع العاملين على ادارة انتحانات التانوية العامة لدقة وتصحيح وانجاز وان كل واحد ياخد حقه بالتانوية العامة اه طب شايماء ناية تدخل كلية ايه يعني شايفة مستعبالها هيكون ايه هي من الاول كانت مصررة على التاسع القصاد والحمد لله هي جات لها منحة جامعة الالمانية واجات لها منحة جامعة الامريكية وان شاء الله اللي اقدموا ربنا ليها يكون كويس انا با بديها اخليهاش خالص فان هي تختار الجامعة او ان هي تختار الكلية ولكن ده حسب رقبتها طب تسمى حضرتك كان عندك سنوية عامة كنت بتحفزها ازاي جاو البيت كان عامل ازاي حضرتكوا بقى امامتها والله اهم حاجة ان ان عنده حاتف سنوية عامة ما يحدثوش ان هو عنده نوع من الواع الضخط او من الواع يعني توفير الراحة عشان طالب يقدر يستجم ويقدر يركز ويقدر يحقق حدفه توفير كل مناخ الراحة وعدم الازعاج ومشاكل انا ما كنتش بتكلم في مدامس اي حاجة وما كنتش بحسسها ان في اي تربس عليا ولا على مويتها في قصص السنوية العامة كنت تمالي بحسسها ان انت كل اوامرك متاحة والحمد لله يعني ما كنتش بحسسها وهي كمان من دورها ما كانش بتحسسنا ان في حد اللي كان عندنا سنوية عامة سديت خاصة احنا نشكرك وربنا يا خليتها ونشكرك يا اساسة محمد والف مبروك مالا تانية ومعينا نادا عبدو الاول مقارر علمي رياضة الو ايه ازيك يا نادا والف مبروك اوليلي يا نادا استقبلت خبر ازاي انا ما كنتش بقاهرة ساعتها كنت في سهج فاموه لا اتصر بها الوزير هي بلغتهم هنا في القاهرة وما اتصروا بينا هناك وهما اللي بلغونا وبعدوها كانت كانت عالتي معي هناك في سهج واحنا اول مراف العائلة يكون في حد من الوائل الجمهورية فكانت فرحة رهيبة كنت متوقعة يا نادا ان انت تطلعي من السنوية العامة يعني انا متوقعة ان انا اكون من الوائل الاوي بس طبعا اي حد بيبطالة انت هنعرفه عن الايه وهيه فيه يعني على الهل الدعيف احنا كنا متوقعين المجموع العائلي لكن كنا ان احنا نكون من الوائل الجمهورية دي كانت مفاجعة طبعا احكيلي بقى انت كنت بذكري ازاي علم الرياضة انا عارف انه صعب يعني اصعب من علم علوم لانك انت بتاخذي يعتبر 6 فروع في الرياضة اثنين قوليلي كنت بتقسمي وقتك ازاي وكنت بذكري ازاي بقين انه علم الرياضة متأصعب من علوم هو الموضوع ناس بي شوية يعني في ناس بيتبقى منذ بلهم الرياضة كويسة فهم بيكون منذ بلهم علم الرياضة احسن من علوم فهو مش صعب او تهلي يعني اوه مفيش مقاعدة ايه اتكلم ان الفروع اكتر يعني علم الرياضة ستة فروع ارياضة اثنين اه تمام طبعا طريقة المذاكرة بتختلف بلاتنات نفسها بتختلف اه برضو يعني مضابي بمختلف شوية عني عالين بالنسبة طريقة المذاكرة احنا غالبا انا نفسي مكنتش ملتزمة بنظام معين او بجدول مثلا نامشي عني طول السنة بالعكس يعني كنت بصحة عارفها انا هعمل ايه في ده وخلاصه في الدي ايه وازاي وانا عندي ايه في اليوم ده غير المذاكرة فبيبقى الموضوع يومي شوية عني طب كنت بتخرجي مع صحابك عادي ولا لا اه قاعدة في البيت لا كنت بخرك تمام وكان موبايل معي طول السنة وفيسبوك عادي يعني اوه الموضوع مسخن اه زي ما الناس موقع ده طب قولي لي بقى ابو باقي ومامتك في البيت كانوا عمين معاك ايه هما انا كانوا ضيضاتوا عليك المذاكرك خالص هما من صغري اساسا ما حدث فيهم يعتدني ان انا ما بذكرش او ان انا مثلا اعذر من حاجة غير المذاكرة بالعكس خالص وما كانوا معي السنة دي كان اثقاتهم تا كبيرة وكانوا عارفيني ان انا بذكرهم غير ما حد يقولي حاجة ان انا عارفه مصلحتي وموضوع الضغط والطغط واللي كان بيصدقوا الاهل اللي ولادهم في السنوية العامة ده ما كانش عندنا الحمد لله وانا شايفة ان ده سبب بيبقى كبير اوي في مجاح طالب سنوية عامة طيب قليلي يا ندا انت على طول يعني من السنين اللي فاتت كنت طبعا الاول الاول ولا كان ممكن بيحصل ان انت سنة لا تبقى او كده لا الحمد لله كنت من الوايذ دايما السنين اللي فاتت وممكن في الاغلب كنت الاولى الحمد لله الف مفروك يا ندا وقليلي انت بقى نوية تكملي فين ونوية على ايه انا حالين بفكر في ان انا قبل منحة الجيو سي هندفع مورة باذن الله باذن الله ربنا يوفقك طيب قليلي مين المثال الاعلى لك ايه او امتا انا مليس كدوى بعينها انا بحب سخصيات المتميزة في مجالها فانا مقدر سأقول حد بني لتي ناس كتير اوي و انا بعتز باي حد بيعرف يثبت نفسه في مجاله و بيعرف يخلي نفسه حاجات ديره في مجاله فبيبقى كتير اوي سراحة او تمام طيب قليلي ايه رأيك في نظام البوكلة الجديد ده اه هو النظام كويس جدا يعني بالنسبة لتوفير الوقت هو وفر وقت الطلبة كتير او خصوصا رياضة او او اه كان قالوا لي الرجش موضر في سدة اقلي سوية عشان موضرة تغيير الاسئلة من طالب لتاني فكان موضر في سدة اقلي سوية ودوعا تظهيم المدارسين في دي بقى سهل فانا شايف ان هو افضل النظم ان دي فاتت بس كان يبقى فيه في بعض الامتحانات لكان الاجابة بس غير شوية مش رياضة الامتحانات تانية فدي كانت مشكلة دي كانت المشكلة الوحيدة تقريبا فيه لكن هو كان ظهرم هو قويس جدا وفعلا حقق نجاح اساسا السنتين الدين واللي فاتت احنا تبسطنا ويه طب قولولي ايه النواد اللي حاسيت ان هي جاية فعلا صعبة اه هون فيش مادة كانت كلها على بعضها صعبة يعني كان فيه مواد بيبقى فيها حاجات صعبة اوه يعني مثل ذا الانجلس والكينيا مثل الامتحان كله صعب بيبقى فيه كذا سؤال كده جاي صعبة فده بيدي انتوا بقى للطلوبة الامتحان كله على بعضه صعب وبيبقوا طلعين بايقين من الامتحان بس بالعكس بيبقى فيها سجاك يوم وبشرك الامتحان بس الناس بقى فيه صعب فيه فهي كانت حاجة يعني مش لذيذة بنشكرك يا نادا وان شاء الله نشوفك متفوقين دايما معانا معانا تقرير تاني مع اولياء الامور نشوفهم يجعلكم تاني اولياء كان السنة كلها يعني من الاول السنة يعني الى حد ما توطر سنوية بقى الناس كلها وغلق عن السنوية انها توطروا بس الحمد لله رب الله من الاولاء بتزاكروا وما كانت مقسمة وقتها مرداش وقتها واني بيجي بتزاكروا اول باول ما بين دروسها وما بين مذاكرتها بصراحة انا يعني احنا كل المتوقين انها تبقى ممتوقين قلنا ممكن الاول على المحافظة التاني على المحافظة بس الحمد لله ربنا اكرمه طلع في العشرة الجمهورية فرحة زادت اكتر واكتر والله يا ريت لكل الاولياء الامور انه عندهم سنوية يحاول يحاول بقدر ان كان ما يضغطش على ابنه يحاول يخليه وفله الجو المناسب ان هو يذاكر فيه مش كل حاجة ضغط ضغطة فيه وقت المذاكره وقت الجيل ووقت برضه ياخد نفسه ويستريح برضه لازم يطر فيه لازم تقعد على الال يوم في الاسبوع يعني زي ما احنا بنقول كده يوم فريه عشان تجدد مثلا النشاطها للمذاكره الاسبوع اللي جاء يلعب الاسبوع الاسبوع والله انا كنت متوقع النتيجة دية في دنيا لان هي طول عمرها ما شغل من الاوائل يعني في ابتدئية وعدادية اولى وثانية سنوية فالمدرسة حتى مدرسة والمدرسين وكله كان متوقع النتيجة دية انا كنت متزرة يعني مكالمة الوزير والحمد لله ابنها يسارها يعني كيه طبعا كانت فرحة كبيرة يعني بس انا متوقع ده كنت بستنياها يعني صبوهم يذكروا برحبتهم وكل حاجة وركزوا معهم في الاخر يعني اهم حاجة بس انها تبقى سنة عادية زي اي سنة من السنة تنشن ودوة سنة عادية زي اي سنة اكيد اكيد فرحنا وكانت مفاجهة ظريفة اكيد يعني اكيد فرحنا وانبسطنا بيها يعني والله هو يوم عادي احنا قمنا صبح حاونا ان احنا نجيب النتيجة من عنت ما عطناش نجيبها وبعد كده يعني قمنا نصبر شوية لما نقدر نخش عالنت يعني وكنا بنتابع المؤتمر الصحفي بتاع الوزير التربية والتعليم يعني بس يعني احنا ما جماش مكالمة من اي حد نزول التربية والتعليم بحد دلوقتي يعني المكالمة الوحيدة اللي جات انبارح من تكريم لها في الحافزة اسكندرية ومدرية التربية والتعليم في اسكندرية وهي هناك دلوقتي يعني طبعا هو النطوب الاساسي اللي منهم هم هم ما يضغطوش على اولادهم يعني حاولون هم يبقى يعني يجهزو لهم الجو المناسب والهادي شوية ثلاثة من غير ضغوط لانا سنة عام ما ضغوطها كفاية فمش محتاجة ضغوط من الاولاء الامور كمان يا ويساعدوهم عن قد ما يقدروا بالنسبة المجهودة مع نادا نادا مش محتاجة مجهود مع المحجي لانها يكون من الاول متفوقة على مراحل التعليم كلها لكن هو المجهود بتاعي اعتبر مجهود ابو بس توفير جوا هادئ في البيت قدر الامكان يبادع للقوطر برضو كل طلبتها كانت مضايبة لمادية لكن هي رفضت موضوع جسل سانة هائل دا بصحة الاولياء الامور انه دي سانة عادية ورد الناس سبحانه وتعالى اللي كدها يحصل بش عادة قدر ربناك برغم كل شيء ورد يعنالكم بعد التقرير ومعانا مداخلة من النائب فايز براكات عدو في لجنة التعليم بمجلس النواب الو ايوه ايوه ازاي حضرتك سيد النائب الحمد الله يا رب اعرام بحضرتك عايز اعرف من حضرتك رأيك في نتيجة السناوية العامة هنا بيقولون هي الاسوأ من 30 سنة اه لا ايه مش كده مش 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 المعلومة كده المعلومة انه احنا اه بالنسبة للثناوية العامة اوه دي طبعا في معروف اللي هي بساعة واحدة وفوقت واحد ومتحان قومي على مستوى الدولة كلها بيحدد مستعبه للشوار اللي هم راحين الجامعة اللي هم نهاية اللي هي بمطوع السينارية العامة فالسنة القبل اللي فاتت وكان المعروف السنة القبل اللي فاتت كان عندنا تسريب بزيارة قوي كنا بنزوح الصبح على تسريب امتحانات وعلى مواقع شارنج ومواقع إلكترونية بتقليل امتحانات الطلبة قبل ما يدخلوا للجمة الحمد لله وفقة الوزارة ولجمة التعليم معاها فان هم يعملوا النظام الجديد اللي امتحان الجديد اللي يتم النهاردة اللي هو الدمج الاشئلة مع الاجابة في ولقة واحدة وذية عملت منعة التسريب نهائيا يعني لو عاوز اقول له لحضراريك مشار ان احنا عندنا ستة لا اه ستمية ستة وخمسين الف وتلتمية وشوي افضل في السنوية العامة تمام واخد بالحبازك اه تمام التجاوجات اللي كانت موجودة لا هي قلت بصراحة التجاوجات اللي كانت موجودة ما عددت في تمنمية حالة تمام والتمنمية حالة حتى اللي دخل اللجمة ودالة الموبايل بتاعه يعتبر حالة حتى من غير ما يريش ومن غير ما يعمل فالحمد الله هدية نجاح كامل للوزارة ولجمة التعليم والوزارات اللي سندت وزارة التربية والتعليم في اجراء الموضوع ده بالنجاح ده وبالنتيجة اما النتيجة بقى تمام النتيجة طول عمر النتيجة طول عمر النتيجة من اى يام قلنا في السنوية العامة وقابليها لحد السنى الى والسنى الي جاء كمان. والسنتين اللي جايين. لان هما دول السنتين السنتين الوحدين اللي هيبقى فيهم السنوية العامة بالنظام القديم. يعني السنة اللي جاية واللي بعديها. يعني ما فيش سنوية عامة بطريقة دي كان. فهما لحد السنتين اللي جايين هيتنى اوليها العبور بالطبع بيكون من آآ نتيجة السنوية العامة. طالما النتيجة. ده خلتها يبجر في تصحيح وفكذا وفكذا وفكذا. فتأكدي ان لازم هيبقى فيه اغفاقات في الموضوع. وفيه قصور في الموضوع. بس القصور. الطلبة اللي مغتردين على نتائجهم من حقهم. يتظلموا. هو مكتب التظلمات هيفتح خلاص اه او امتالي فتح. اه اه. يتحقهم يقدموا وهو تعاد درجتهم تانية او يعاد الجميع بتاعهم. ويشوف ويمكن سبحان الله يكون حدي متظلم اه بحقيقة يعني ما تكونش بس ايه ارضاء للوالدين يعني وخلاص ان انا عملت العلية بس ظلينة. اه في قرار اه هينزلوا هيلغوا لعني والادبيل فعلا القرار ده هيتنفذ ولا? ده كلام تاني بقى ده كلام تاني ده كلام في المنظومة الجديدة اللي هتبدأ. اه. اللي هتبدأ اه في النظام الجديد بتاع السانوية العامة اللي هي هتبدأ من كيس ايوان وكيسيتهم. يعني ده مش هيتنفذ على الناس اللي داخلين اولى سانوية. لا 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 لا. اولى سانوية نفس المناهج نفس كلهم الفرق بس. اه طرح التدريج داعة المنهج. والتقليم بتاع الطالب. اه. يعني الفرق بتقليم الطالب بس. اه تمام. اه طب. رسالة رسالة من حضرتك لطلبة السانوية العامة للسانة والباية. والله ايه الرسالة بعدهم كلهم مبروك. والشيء الجميل والمفرح. كلموضوع انه كل نقول لهم او نسبة كبيرة غالبيتهم مدارس حكومية. ومن اه ومن اه اللهم اصدرس لنا محمد. ومن اه الطبقة المتوسطة اغلبهم. فنقول لهم مبروك. وده معناها مش ان انا بقول انه. اه المدارس الحكومية هي الاسخة في الموضوع. ما احنا اقسل في الكلمة. لا ادتال ما مرحوش المدارس الحكومية. هم كانوا باخدوا الدروس برا. ولكن ان شاء الله بعد كده هتبقى فعلا. المدارس الحكومية اللي هتتصدر المشهد التعليمي بعد كده. والف مبروك لكل الطلبة. واللي ما حرفوش الحفظ ان شاء الله يوطق في السنة الجاية. بنشكر حضرتك. بنشكر حضرتك يا سيدة النائب. ان شاء الله. معنا تقرير. معنا تقرير للاول سنوية لعنى. لطالب من زي الاحتياجات الخاصة. الاول على الجمهورية. هنشوفو. ونجعلكم. المدارس الحكومية. الآن أحسنتي بخير المطلبة. ما شهزيك؟ أولاً يجب أن نشكحنا لأم وقائي 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 بكل إصحابي أنهما من ساحب وقديمه هنا يجب ومان يوصحون البلد للبعز المتالة في المقاملة في المقاللة ومع سعب إشخوره حياة وقاءت حياة للغاية وقاءت حياة للغاية وقال الله صاعدنا محباً أحسنًا دكتور أكيدًا محباً يوارف راي ساكننا على صدر النورة يوخضوا في الطرصة بس سنين محباً محباً يوارف راي من طرص المتحقق بالتحركة ومسومسي ليشوائي جيدًا إنه عمي أنه يستمر معطول الفترة دي كلها بردجانا لكي أخشين ان بدوكم يكلّين هل ننتظار لكي أخني؟ دعلكتور لكي أصبحت سوف تجنبها نتظار لكي خلال الفترة لكي أخبر كل هذه الأمليات ممتلكه لكي أخبر نفتح لكي أخبر ما يكمل مشاكلة لديك دي كل هذه الأمليات المطلبة لكي أخبر ما يكمل ما يملك؟ جميعاً هل ننتظار لكي دي كل مرة ومشاهد المشاهدين بكل أقلم البيت اللي تطور اللي تلاسة هي أصدق النورة الخاصة اللي إذا أطرقنا أعوضت بزكاة وأقام العقلية كبيرة ومشتهد ومشتهد ومالنحس والسلامة السعيد في البيت بضخط قصة قفاح ومشتهد سبحاني في مطالع في الوحفرة مع ناس كتير من زبطة الإمكانيات غير الكمام يقدر فاوز ان احنا كيادر سيد محمد السعداوي يعني إدارة ومسي يرزولها على مستوى الجمهورية و150 مدرسة و120 ألف طالب السادة يعني 17 مدرسة 17 مدرسة نموذج على نموذج بالنسبة لنا احنا كإدارة عن فوقه في لوحة الشرف والسيد محمد قال كده لازم تقول في لوحة الشرف والمدارس تقتدل النموذج الهجابي ده في ظل الامكانيات البسيطة في ظل الامكانيات القرارة العالية الذهمية والفكرية اللي هو ليه التطور واللي دي للمجموع التحين ده هو بالنسبة للإدارة أهم من هو الأول بالنسبة لنا احنا كإدارة هالكم بعد التقرير ووزارة التضامن وصلها صوت الطالب عليه وتم منح الطالب كرسي متحرك وده عن طريق برنامج بساطة روح ولما الكاميرا اتحركت هناك وصورت معاه وللأسف حرقتنا خلصت النهاردة وألف مبروك لكل بيت كان فيه سنوية عامة ويجابوا مجموع كبير وبوضي رسالة لكل أم وكل أب ياريت للسنوية العامة يتبقى سنة عادية زي أي سنة عشان احنا شفنا الأوائل ان هما كلهم كانوا بيتعاملوا عادي مع السنة يعني ما في خروج عادي مع أصحابهم معهم الموبايل بيدخلوا على الفيس أو على الواتساب أو كده ياريت ما يبقاش فيه ضغط على الطالب ويرد يبقى كل بيت فيه دموع فرح مش دموع حظ وأشوفكم الحلقة الجاية الخميس الجاية إن شاء الله مع بسات التوح معروح مرود باي باي